اقيم تحت رعاية سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي وبحضور سمو الرائد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة اقيم الاحتفال بيوم الحرس الملكي حيث تم تنظيم العديد من الانشطة الرياضية بهذه المناسبة وانطلقت الانشطة الرياضية بسباق الاكواثلون الفردي لمسافة 600 متر سباحة و 6 كم جري ومنافسات الكروسفيت وامبريات في كرة القدم والطائرة ومنافسات السباحة وشد الحبل وحمل الاخشاب واختراق الضاحية لمسافة 4 كم ومسابقة الجري 400 متر تتابع في حين اجتملت الانشطة على عدد من الفعاليات الميدانية العسكرية منها فك وتركيب الاسلحة والرماية والخارطة والبوصلة حيث شهدت منافسات الانشطة الرياضية مشاركة متميزة من قبل منتسب الحرس الملكي وفي نهاية المسابقات قام سمو العميد الركن الشيخ ناصر من حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بتتويج الفائزين في المسابقات الرياضية وحقق المركز الاول فريق قوة الحرس الملكي الخاصة والذي فاز بكأس بطولة يوم الحرس الملكي 2018 حيث استلم الكأس قائد الفريق سمو الرائد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة كما قام سموه قائد الحرس الملكي بتكريم اللجان المنظمة لهذه الاحتفالية وتكريم المشاركين في فعاليات يوم الحرس الملكي حيث هنأ سموه الفرق الفائزة بالمراكز الاولى في مختلف المسابقات الرياضية متمنيا التوفيق لباقي الفرق والمشاركين في الانشطة القادمة وبهذه المناسبة أكد سموه قائد الحرس الملكي على أن المشاركة الكبيرة والتنافس الذي اجتملت عليها فعاليات المسابقات جاءت لتؤكد مدى النجاح الكبير لهذه الفعاليات وتحقيقها للأهداف النبيلة التي وجدت من أجلها وهي رفع الياقة البدنية لدى العسكري والمقدر على التحمل بالإضافة إلى تحقيق عنصر التقارب بين الجميع من خلال التنافس الشريف على لقب هذه المسابقات الرياضية المختلفة والتنافس على لقبها منتسب الحرس الملكي وقدم مستويات كبيرة في مختلف المسابقات مشيرا سموه إلى أن الاهتمام بإقامة مثل هذه البطولات يأتي تجسيدا لخلق جو من المتعة والحماس والروح الرياضية العالية بين المشاركين كما شاد سموه قائد الحرس الملكي بالإجراءات التنظيمية التي رافقت فعاليات الأشطة الرياضية والتي جاءت من أجل إضفاء جو من التنافس الشريف بين مختلف منتسب الحرس الملكي مؤكدا أن هذه المسابقات لها آثار إيجابية على جميع منتسب الحرس الملكي ترجمة نانسي قنقر